أشهد تقرير جديد للأمم المتحدة بدور عمليات مكافحة الإرهاب التي نفذتها الحكومة المصرية في الحد من نشاط التنظيمات الإرهابية في مصر وخاصة منذ عام 2019 ويشير تقرير الأمين العام الذي إلى حدوث خفاض في نشاط التنظيمات الإرهابية وأضاف التقرير الأممي أن الفضل في ذلك يرجع إلى عمليات مكافحة الإرهاب والضربات الأمنية الناجحة التي أضعفت من هذه التنظيمات وأشار التقرير إلى زيارة حجم الاستثمارات العامة في مجالاته للبنى التحتية والنقل والإسكان في سيناء